اشتركوا في القناة بمشاركة اكثر من 57 فارسا وفارسة من 20 دولة نعم واكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة نستلهم كل معاني البذل والعطاء من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حافظه الله ورعاء الفارس الاول في سبيل رفع اسم وعالم البحرين عاليا في مختلف المحافل بما فيها البطولات الرياضية التي باتت مكانا مهما لتسليط الضوء على مملكة البحرين وانجازاتها الكبيرة في ظل الرعاية الفائقة من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حافظه الله ورعاء والذي دائما ما يوجهنا الى تحقيق المزيد من البطولات والمراكز المتقدمة في الالعاب الرياضية وخاصة رياضة القدرة التي تعتبر رياضة الاباء والاجداد واضاف سمو الشيخ ناصر بن حمداء الخليفة ان استقبال حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حافظه الله ورعاء يمثل لي وسام فخر واعتزاز ودافعا قويا وحافزا من اجل بدل الجهود الممكنة في سبيل تحقيق المزيد من الانجازات الرياضية على مختلف الاصعدة وتأكيد المكانة العالية التي تحتلها رياضة مملكة البحرين في مختلف البطولات الاقليمية والقرية والدولية واعرب سمو الشيخ ناصر بن حمداء الخليفة عن اعتزازه بوقوف ابناء مملكة البحرين الى جانبه في رحلته نحو تحقيق البطولات الرياضية وقال اتقدم بالتقدير والعرفان الى جميع من وقف الى جانبي في رحلة تحقيق بطولة العالم كما اعرب عن تقديري لجميع من بادر في استقبال وتقديم التهاني لي بهذا الانجاز الكبير وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمداء الخليفة ان الانجاز الكبير في بطولة العالم باسبانيا جزء من مسيرة نحو تحقيق المزيد من الانجازات في رياضة القدرة والمستقبل القريب يحمل عدد من البطولات الرياضية المهمة والتي سأسعى الى تحقيق مراكز متقدمة فيها لرفع اسم وعالم مملكة البحرين عاليا وادخال السرور في نفوس ابناء البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر